أمس أعلنت المحكمة الاتحادية العليا بأنها تستثني أو تقيل السيد محمد ريكان الحلبوسي من منصبة كرئيس مجلس النواب السال فواب بأنه السيد ليث الدليمي النائب عن كتلة سيادة قدم شكوى ضد الأستاذ محمد الحلبوسي بدت الشغلة أو المشكلة بأنه هناك استقالة قدمت من قبل النائب في دورة سابقة لكن لم تفعل ولم يوافق عليه السيد الحلبوسي فاتفاجأ الأستاذ ليث الدليمي بأنه في شهر خمسة من السنة التي راحت أنه تم فصلة أو إقالته من حزب تقدم لكن في شهر واحد اللي فات قام بفصلة أساسا من خدمته فالأخير لجأ إلى القضاء فراد يسترد حقه بالقانون على حسب كلامه أو روايته أنه هذه الاستقالة كانت في دورة سابقة وليس في الدورة الحالية وأنه حسب تصريحها هذه الاستقالة جاءت تحت ظروف قاهرة كان يمر بها السيد ليث الدليمي زين هنا أكو تساؤل ليش تفعلت هذه الآن تفعلت هذه عن طريق السيد الحلبوسي نظرا لهذه الشكوى اللي قام بتقديمها قامت المحكمة الاتحادية بإصدار قرار بإقالة الحلبوسي من منصبة ما تبعات هذه الدعوة ما تبعات أو مشاكل التي ستؤثر فيما بعد على العملية الانتخابية وخصوصا وهي تزامنت مع تصريحات للسيد مقتدى الصدر يوم قبل أيام قليلة بأنه فرح فيما لو تركوا أو قاطعوا الانتخابات فبهذه الحالة قامت بعثار الصدري أكيد بالمقاطعة إذن هذه جاءت تزامنا مع الحملات الانتخابية ماذا لو قاطع أتباع تقدم هذه الانتخابات إذن من سينتخذ في هذه الحالة هناك تصعيد ما بين السيد ليث الدليمي والسيد الحلبوسي قام السيد ليث الدليمي يوم أمس وقال بأنه ستكون هناك دعاوة أخرى بحق السيد الحلبوسي أرجو من السيد المخرج أنه يعرضنا ياها على الشاشة الآن صرح يوم أمس قال بأنه هناك دعاوة أخرى ولن يسكت عن الفساد أو ما شابه حسب تصريحة رح نشاهد بعد قليل تصريحة نعم إلى جانب آخر صرح السيد الحلبوسي وقال بأنه سيلجأ إلى القانون في حال كان هناك أي اتخاء نعم أي إجراءات ضده صرح السيد الحلبوسي وقال بأنه سيكون هناك دعاوة أخرى